موسيقى السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى رغم تفشي الأوبئة والأمراض في مستشفيات غزة شركة النظافة تواصل إضرابها موسيقى الإسكندرية وبنغازي والجزائر على قائمة المدن التي ستغرق بسبب ارتفاع حرارة الأرض والبنك الدولي يؤكد فوات أواني وقف التدهور البيئي موسيقى تسع وثلاثون سوقا دمرت في حلب وتجار يعوضون عنها بإنشاء أسواق رديثة موسيقى موسيقى أهلا بكم حذرت بزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة بسبب إضراب شركة النظافة وكانت خمسة عشرة شركة نظافة قد علقت عملها بسبب عدم التزام حكومة الوفاق دفع مستحقاتها المالية منذ ستة أشهر تقرير أحمد غانم هكذا يبدو قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء في غزة مع استمرار إضراب شركات النظافة عن العمل لم كان لتسير عليه إلا فوق أكوام القمامة المتناثرة بين الزوايا وإلى جوانب الجدران وزارة الصحة في غزة حذرت من انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة التي قد توقف عمل مزيد من الأقسام الحيوية الهمة كل أقسام المستشفى قد تأثرت قبل أن يتأثر قسم الطوارئ لأنه هو الذي يبقى يعمل حتى الرمق الأخير لأن عمليات الولادة وعمليات العامة كل العمليات المجدولة تم إيقافها العمليات التي تعمل فقط هي العمليات الطارئة ومن يقوم بتنظيف غرف العمليات للعمليات الطارئة هم الموظفون من أطباء وتمريض وإداريين هم الذين يقوموا بذلك أكثر من 15 شركة متعهدة بضضافة المؤسسات الصحية في غزة علقت عملها بشكل كامل والسبب عدم التزام حكومة الوفاق بدفع مستحقاتها المالية منذ 6 أشهر وفيما تجري اتصالات حثيثة لحل الأزمة ربما قد يدفع بعض المرضى حياتهم ثمنا لهذه المكرهات الصحية الوضع يحلوننا إياه مثلا الله يحل الناس تكون للدنيا تحل موضوعنا يعني هاي اختيار إيسا إيس دنبو لا قادر يوكل لا قادر يشربه ودوله عملية مع ناس مصرر روحين عالج برة هذول بتكاتل مع هذول هذول بتكاتل مع هذول وكل يوم حقومة الوفاق عين جاية وهين الجاية ومش يفين ولا حاج بس كلام احنا بديش مع كلام وبس أما تنفيذ عملي على الأرض ما فيش إضراب شركات النظافة هذا يعد الأوسع منذ 7 سنوات إضراب قد يفاقم من الأوضاع الصحية المتردية أصلا جراء الحصار ومعه طريحت انتقادات كثيرة حول غياب وزير الصحة عن الأزمة دون أي حرار وفيما يستمر عجل الحكومة عن إيجاد صيغة حقيقية لتحييد قطاع الصحة عن كل الخلافات يبدو أن أزمات المؤسسات الصحية في غزة ستتراكم ولليدفع ثمنها بكل تأكيد سوى مواطن أرهقته الظروف والصروف أحمد غانم غزة الميادين حذرت الأمم المتحدة من محدودية تأثير التعهدات الحكومية للحد من أثار تغير المناخ والتي يتوقع أن تقر في قيمة باريس العام المقبل المنظمة اعتبرت أن التعهدات ليست كافية لدرء أسوأ أثار للتغير المناخي وقالت المسؤولة عن الملف الأمم المتحدة كريستينا فرجاس إن الهدف الدولي يقضي بتوفير 100 مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 توقع البنك الدولي أن يؤدي تغير المناخ إلى عواقب كارثية على حياة البشر والأمن الغذائي الإقليمي ولسيما إن ارتفعت درجة الحرارة درجتين مئويتين ما يفاقم موجات الحر ونقص المياه خفضوا درجات الحرارة لمواجهة الواقع المناخي الجديد تقرير جديد وتوصية إضافية للبنك الدولي يحذر فيه من مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأرض حرارة إذا مرتفعت درجتين مئويتين فإن دولا كالجزائر والسعودية والعراق ستعاني في السنوات المقبلة من قلة المحاصيل الزراعية وانخفاض منسوب المياه ومن المتوقع أيضا أن ينخفض إنتاج المحاصيل في بلدان كالأردن مصر وليبيا إلى 30% بحلول عام 2050 الحرارة المرتفعة ستسبب ارتفاع منسوب مياه البحر جراء ذوبان الجليد في المناطق القطبية ما يعني أضرارا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في مدن كالإسكندرية، بنغازي والجزائر العاصمة التقرير أشار إلى أن نقصان إنتاج المحاصيل خطر مشترك على ثلاث مناطق من العالم وهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أكد أن انبعاثات الغازات في ممضى وضعت العالم في مسار لا يمكن تفاديه خلال العقدين المقبلين حيث ستكون أثار الحرارة أشد وقعا على أكثر سكان العالم فقرا وحرمانا التغير المناخي تسببه ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض المرتبطة بالنشاط الصناعي الذي يسبب انبعاثا غازيا يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي وعدم خروجها إلى الفضاء الخارجي نشاط صناعي أغلبه موجود في أمريكا والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية ومن هنا فإن أمريكا تعارض مراقبة أنشطة مصانعها ونسب الانبعاثات فيها وهو ما كان يعطل إقرار الاتفاقية الدولية للحد من الانبعاثات خلاصة تقرير البنك الدولي تقول أن الأوان قد فات على عدم حصول هذا التغير المناخي ولكن يمكن التخفيف من أثاره باتخاذ القرارات المناسبة والحد من الانبعاثات وتلوث البيئة وقع العراق اتفاقية تعاون مشترك مع إيران لإنشاء سوق مشترك بين البلدين ويتضمن الاتفاق تزويد العراق بمواد غذائية وإنشائية بنوعية منتازة ما يساعد المحافظات على تزويد المواطنين بالحصص التموينية نجاح تجار الحلبيون في مقاومة الأزمة وتدمير أسواقهم التجارية الأكثر شهرة بإنشاء أسواق رديفة التجار يؤكدون أن تركيا تعمل على إطالة الأزمة بسبب قوتها الصناعية والتجارية التاريخية حلب عصب الاقتصاد السوري المدينة التي اشتهرت على مر السنين كعاصمة للصناعة والتجارة في الشرق تضرر اقتصادها خلال السنوات السابقة بنحو كبير 39 سوقا دمرت وأوقفت الحرب عملها في مواجهة الأزمة استحدث الحلبيون أسواق الرديفة لم تستطع شغل مكانة أسواق حلب القديمة لكنها تؤشر إلى أصرار أهل المدينة على النهوض مجددا كبضاعة موجودة بحلبية أغلى من البضاعة الموجودة في بقية المحافظات نتيجة أنه بنعكس بين العشر إلى خمسة عشر بالمية تكاليف شحن تكاليف جمارك وتكاليف حواجز وإلى آخرية الكثير من التجار غادروا المدينة ما أثر سلبا في حركة السوق ارتفاع أكلاف نقل البضائع من وإلى باقي المحافظات وتضرر البنى التحتية والطرق بسبب الحرب الدائرة أسهم في ضرب حركة التجارة في الأسواق الحلبية ما يهدد بإخراج المدينة من خارطة الأسواق العالمية لمدة طويلة معظم التجار فقدوا لقمة عيشهم فقدوا دخلهم فقدوا ما كانوا يخفوه أو خبأوه في متاجرهم خلينا نقول فالاستهداف كان استهداف ممنهج من قبل العصابات لمدينة حلب تركيا ما لمصلحة أبدا يهدى الوضع بحلب طول ما الأمور مع تركيا غير مستقرة فالوضع الأمني بحلب غير مستقر نحن بدنا طوق أمني بدنا قبضة عسكرية أوية حول محافظة حلب تجار حلب يحملون تركيا مسئولية إطالة الأزمة فالمدينة التي تعرضت مصانعها للتفكيك والنقل إليها وتعرضت أسواقها لاعتداءات متكررة كانت منافسا قويا للبضائع التركية ما يدفع تجار المدينة إلى مطالبة الجيش بالإسراع في عمليات إكمال الطوق حولها وإخراجها من دائرة الصراع حيث يؤكد التجار أنهم مع الصناعيين سيعيدون عجلة الإنتاج إلى الدوران في زمن قياسي الخلاف التركي القبرصي حول ثروة الغاز في المتوسط مستمر لكن وزير الخارجية التركي مولود شويش أبلو عرب عن تفاؤله في إمكان حل هذا الخلاف معتبرا أن وقف المبادرات الأحدية الجانب سيدعم المساعي لتوحيد جزيرة قبرص وأثنى الوزير التركي على دور اليونان كوسيط لحل الخلاف ولسيما أن جزءا من جزيرة قبرص يتبع لسلطة أثينا فيما يتبع جزء والآخر لأنقرة منذ ثلاثين عاما وتعرض تركيا استغلال الحكومة القبرصية لمخزون الغاز قبالة سواحلها قبل الاتفاق على توحيد الجزيرة قررت مصر استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري العام المقبل بمعدل شحنة واحدة شهريا في المرحلة الأولى ما يترك المجال مفتوحا لمضاعفة الكمية في باقي العام وكانت شركة هوج ناروجيا قد فازت بمناقصة لتزويد البلاد التي تعاني من مشاكل في الطاقة بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي وصل خام براند خسائره لينخفض إلى أقل من سبعين دولار للبرميل ويتجه نحو تسجيل ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي بعدما خفضت السعودية سعر مبيع الخام للولايات المتحدة ودول في آسيا ومقابل خفض الانتاج السعودي اتجه العراق اتجاه عراقي لزيادة الصادرات النفطية ما يعني أن السوق ستعاني من تخمة إضافية في المعروض وكبح جهود بعض الدول لإعادة رفع أسعار النفط التي انخفضت أكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي وحده وصلت قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى 121 مليار دولار العام الماضي بارتفاع يصل إلى 14% عن العام الذي سبقه وشهدت التجارة بين دول مجلس التعاون ارتفاعا متسارعا منذ تطبيق الاتحاد الجمهوركي في كانون الثاني يناير عام 2003 بعدما كان أقل من 15 مليار دولار قبل بدء العمل بالاتفاق العنف ضد المرأة يكلف دول العالم 5% من نتيجها المحلي الإجمالي هذه خلاصة دراسة عدها مركز كوبنهاجن أشار فيها إلى أن برامج الرعاية الصحية تتحمل أعباء كبيرة بسبب تكاليف الطبابة الجسدية والنفسية للنساء المعنفات وأظهرت الدراسة أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال تزيد تكاليف الرعاية الصحية لضحايا العنف البدني بنسبة 42% عن رعاية النساء التي لا تنتهك حقوقهن موسيقى 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 موسيقى